السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ اليوم بوحدة جديدة وهي وحدة البيئة سوف نتعرف على مفهوم النظام البيئي والاتزان البيئي في هذه الحصة عزيز الطالب هل تتذكر الفرق بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية؟ إن من صفات الكائنات الحية أن الكائنات الحية تنمو وتتغذى وتتكاثر وأيضا تتنفس هذه الصفات النمو، الغذاء، التكاثر، التنفس تتميز بها الكائنات الحية أما الكائنات الغير حية لا تمتلك هذه الصفات أي لا تنمو، لا تتغذى، لا تتكاثر، ولا تتنفس أعطني أمثلة على كائنات حية تنمو وتتغذى وتتنفس وتتكاثر أحسنت من الأمثلة إنسان وحيوان ونبات والكائنات الغير حية كثيرة ممكن أن تقول لي كتاب، لوح، خشب، هواء، ماء وغيرها إذن الكائنات تقسم إلى كائنات حية وكائنات غير حية كائنات الحية تنمو، تتغذى، تتكاثر، تتنفس مثل الإنسان والحيوان والنبات والكائنات الغير حية عكس لا تنمو، لا تتغذى، لا تتكاثر، لا تتنفس أعطينا أمثلة إنسان حيوان نبات هنا كتاب، لوح، خشب، هواء، ماء هل عزيز الطالب تستفيد من الكائنات الغير حية؟ هل تستفيد من الكتاب؟ هل تستفيد من اللوح؟ هل تستفيد من الهواء؟ هل تستفيد من الماء؟ بالتأكيد نعم إذن الكائنات الحية تستفيد من الكائنات الغير حية إذن هناك علاقة بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية سوف نتعرف على هذه الصورة نرى مجموعة من الكائنات هنا كائنات حية وكائنات غير حية نرى مجموعة من الخراف تشرب كمية من الماء ماذا تشاهد المكونات حية في الصورة؟ مكونات حية أي كائنات حية كائنات حية إنسان حيوان نبات ماذا نرى؟ نرى نباتات أعشاب قليلة نباتات نرى حيوانات ونرى هنا إنسان إذن ما المكونات غير حية في الصورة؟ كائنات غير حية كما قلنا الماء الهواء الصخور هذه الكائنات غير الحية في السؤال آخر هل توجد علاقة بين هذه المكونات الحية وغير الحية؟ أي هل تستفيد الكائنات الحية من الكائنات الغير حية؟ الصورة واضحة جدا الحيوانات تشرب الماء تعتمد إذن الكائنات الحية على الكائنات الغير حية لأن هل توجد علاقة بين هذه المكونات؟ نعم وأيضا هل تستطيع الكائنات الحية أن تعيش دون الهواء وهي الكائنات غير الحية؟ إذن لا إذن هناك علاقة كبيرة بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية ماذا تمثل هذه المنطقة؟ هذه المنطقة تسمى يا خامس بالنظام البيئي أي منطقة تحتوي على كائنات حية وكائنات غير حية وترتبط فيما بينها بعلاقات تسمى النظام البيئي إذن ما المقصود بالنظام البيئي؟ هي عبارة عن علاقة بين الكائنات الحية وغير الحية حيث تستفيد الكائنات الحية من الكائنات الغير حية ننظر إلى الرسم إلى صفحة عفوا إلى الشكل 6-2 صفحة 8 هذه هي عبارة عن غابة أحسنت ما المكونات الحية في الغابة؟ أي غابة؟ ما المكونات الحية؟ منكم من يقول لأسد، مقثعلب، إذن حيوانات، أيضا عندي النباتات من مكونات الغير حية؟ هواء، صخور، هذه مكونات غير الحية التي توجد في الغابة ما العلاقة بين المكونات الحية وغير الحية في الغابة؟ كما قلنا أن الكائنات الحية تستفيد من الكائنات الغير حية إذن تبادل أو نسمى علاقة تبادل منفعة ماذا تستنتج؟ استنتج أن الغابة أيضا تعتبر نظام بيئي في الصورة السابقة تعتبر نظام بيئي لأنها تحتوي على كائنات حية وكائنات غير حية وأيضا الغابة تعتبر نظام بيئي لأنها تحتوي على كائنات حية وغير حية ماذا تستنتج؟ استنتج أن الغابة تعد نظام بيئي هل تمثل الغابة نظام بيئي؟ نعم لماذا؟ كما قلنا لأنها تحتوي على كائنات حية وغير حية إذن النظام البيئي هو عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية وغير الحية توجد في مكان من البيئة ترتبط مع بعضها بعلاقات تعرفنا على الغابة وقلنا أنها عبارة عن نظام بيئي ما رأيك بالصحراء؟ هل الصحراء نظام بيئي؟ أحسنت نعم في الصحراء توجد مكونات حية ومكونات غير حية الصحراء؟ أعطني مثال على كائنات حية فتقول لي الجمال نبات الصبار من النباتات الصحراوية الكائنات غير الحية كما قلنا الهواء وعندي التراب اللي هي الرمال إذن توجد في عندي كائنات حية وغير حية هل تعد الصحراء نظاما بيئيا؟ نعم تعد الصحراء نظاما بيئيا ما رأيك بالبحار والمحيطات؟ هل تعد نظام بيئيا؟ بالطبع نعم لماذا؟ لأنها تحتوي على كائنات حية مثل سمك مثل في عندي الأخطبوط أي كائن بحري كائنات غير حية ينجد الأكسجين الذائب في الماء ذائب في الماء وأيضا الماء يعتبر مكونات غير حية إذن البحار نظام بيئي الصحراء نظام بيئي وكما أخذنا أيضا الغابة نظام بيئي الغابة كبيرة جدا والصحراء أيضا كبيرة جدا والبحار كبيرة جدا فنطلق عليها نظاما بيئيا كبيرا إذن النظام البيئي يقسم قسمين نظام بيئي كبير ونظام بيئي صغير كما أخذنا نظام بيئي كبير غابة الصحراء الصحراء والبحار والمحيطات مساحتهم كبيرة جدا الغابة والصحراء والبحار والمحيطات بالنسبة للنظام البيئي الصغير أعطيني نظاما بيئيا صغيرا شبيب البحار والمحيطات يوجد في معظم البيوت وحجمه صغير يحتوي على أسماك أحسنت إنه حوض السمك حوض السمك يعتبر نظاما بيئيا صغيرا كثير من الناس يحب أن يوجد في بيته حوض سمك لأنه عبارة عن مجسم صغير لما يحدث في البحار والمحيطات لأنه يحتوي على السمك كائنات حية والكائنات الغير حي كما قلنا اللي هي عبارة عن الماء والأكسجين نذائي في الماء بالنسبة أيضا إلى نظام بيئي صغير التربة التربة كيف تعد التربة نظاما بيئيا صغيرا هل أخذت عين من التربة من منزلك أو من حديقة تلاحظ وجود ديدان أو حشرات إذن التربة الكائنات الحية عبارة عن ديدان عن حشرات والكائنات الغير حية هي عبارة عن فتاة الصخور لأنها التربة عبارة عن فتاة صخري وأيضا التربة تحتوي على بقاء على هواء وهو عبارة عن كائنات غير حية إذن التربة تعتبر نظاما بيئيا صغيرا وحوض السمك أو إذا أخذنا ساق شجرة من الأسفل أسفل الساق شجرة أسفل الساق الشجرة تحتوي خصوصا كثير من الحيوانات تلجأ إلى صنع جحر داخل الساق ونجد كثيرا من الديدان والحشرات موجودة بساق الشجرة إذن النظام البيئي الصغير مثل حوض السمك التربة وأسفل ساق الشجرة النظام البيئي يقصر نظام بيئي كبير غابة صحراء بحار ومحيطات نظام بيئي صغير حوض السمك التربة أسفل ساق الشجرة إذا جاء بالامتحان سؤال لماذا تعد الغابة نظاما بيئيا أو لماذا تعد التربة نظاما بيئيا أو لماذا تعتبر البحار والمحيطات نظاما بيئيا جميعها نفس التفسير تقول لي لأنها تحتوي على كائنات حية وتذكر بعض الأمثلة وكائنات غير حية وتذكر بعض الأمثلة في صفحة واحد أتمانيا أطور معرفتي واجب وأقوم تعلمي أيضا واجب والرجاء إرساله على الخاص سوف نتعرف إلى قصة صغيرة جدا شعر أحد أصحاب مزارع التفاح بخطر يهدد مزرعته نتيجة تغذي الطيور بجزء من محصول الطفاح فعمل على التخلص من هذه الطيور لزيادة أرباحه إلى أنه فوجئ بنوع من الديدان يهاجم محصوله ويقضي عليه فكانت خسارته تفوق تلك التي سببتها الطيور في رأيك كيف أثر موت الطيور في أعداد الديدان؟ كما نعرف أن الطيور تتغذى على الديدان إذا ماتت الطيور إذن لا توجد كائنات تتغذى على الديدان ماذا يحصل في أعداد الديدان؟ أحسنت تزداد أعداد الديدان ما تأثير ذلك في المحصول؟ الديدان تتغذى على المحصول إذا زادت أعداد الديدان ماذا يحصل للمحصول؟ أحسنت اتقل كمية المحصول لأن الديدان تغذت عليه لأن أعدادها زادت هل تعد مزرعة التفاح نظاما بيئيا بالطبع نعم لأنها تختبئ على كائنات حية وكائنات غير حية تنبأ بحال هذا النظام البيئي هل هذا النظام البيئي يعتبر نظاما بيئيا متزنا أم سينهار النظام البيئي هذا النظام البيئي عندما تزيد فيه أعداد الكائنات الحية وأعداد كائنات حية أخرى تقل نقول إن هذا النظام البيئي غير متزن نظام بيئي غير متزن غير متزن نشبهه بالميزان الميزان عبارة عن كفتين الميزان ذو الكفتين عندما تكون الكميات متساوية يثبت الميزان ولكن عندما تزيد كتلة جهة على جهة أخرى نشعر أن الميزان كفت إلى الأسفل وكفت إلى الأعلى وهذا ما يحدث في النظام البيئي أو يسميناه نظام بيئي غير متزن النظام البيئي يجب أن يكون متزن أي أن تكون هناك ثبات بالعلاقات بين الكائنات الحية لكن إذا حدث خلل في هذه الكائنات الحية في النظام البيئي يطلق عليه نظام بيئي غير متزن كما في المثال عندما تخلص صاحب المزرعة من الطيور تزيد أعداد الديدان تزيد أعداد الديدان تقل كمية المحصول وبذلك هو خسر لأن النظام البيئي أصبح غير متزن ننظر إلى الشكل صفحة 82 نلاحظ هنا رسم بياني يطلق عليه رسم بياني بالأعمدة هنا تمثل عدد الأغنام هنا السنوات 1950 نلاحظ العمود ارتفاع العمود و1990 قل ارتفاع العمود و2010 قل ارتفاع العمود أكثر ماذا تلاحظ على عدد الأغنام خلال الستين عاما في هذا النظام البيئي أحسن تقل انظر في تناقص كيف تفسر تناقص عدد الأغنام في هذه الأعوام يعني برأيك لماذا يوجد تناقص في أعداد الأغنام ممكن أن تقول لي نتيجة قلة المنتجات كما أخذت في صف رابع المنتجات يعني النباتات أو أن هناك تدخل من الإنسان ممكن أن الإنسان استاضى هذه الأغنام ما أثر ذلك في السلاسل الغذائية في النظام البيئي؟ هذا يؤدي إلى أن السلاسل الغذائية تبدأ بالمنتجات ثم المستهلك الأول ومستهلك الثاني إذا قلت الأغنام أكيد ستزيد في عندي المنتجات إذا نصير نحكي ماذا ذلك في السلاسل الغذائية؟ تؤدي إلى خلال في السلاسل الغذائية هل هذا النظام البيئي متزان؟ عندما تكون أعداد المستهلكات هي الأغنام قليلة والمنتجات كثيرة جدا هل نعتبرها متزان؟ لا لأن أعداد المستهلكات ينقص بشكل كبير ماذا تقترى لإعادة هذا النظام إلى حالة الاتزان؟ هذا السؤال يعود لك عزيز الطالب برأيك لأنه ماذا تقترى؟ اقتراحاتك لإعادة هذا النظام إلى حالة الاتزان ممكن أن تقول نتجنب في استياض الأغنام بكثرة لا تنبأ بحال النظام البيئي استمر هذا التناقص تناقص لعدة أعوام قادمة تناقص الأعداد إذا ماذا يحدث؟ يصبح أيضا نظام بيئي غير متزان يصبح نظام بيئي غير متزان في النظام البيئي المتزان يجب أن تكون المنتجات أكبر من المستهلكات لكن بشكل ليس كبير جدا بالحصة القادمة هكذا نكون أنهينا دأ درس ونصف بالحصة القادمة سنكمل الدرس الثاني بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر